لا يقل دور المسعفين في ساحة الاعتصام عن دور المتظاهرين المنادين بالكرامة والعدل والحرية المسعفون في ساحة التحرير وسط بغداد خرجوا مثل غيرهم من العراقيين بحثا عن غد أفضل للعراق دافعهم في ذلك عشقهم للحرية وحبهم للوطن الدافع هو دافع نحن نريد وطن والوطن انت تعرف احنا من وارا الحرامية والحكومة والناس اللي مستغلين البلد صار 13 سنة احنا كل شي ما نحصل شبابنا بناء وظائف مستقبل ماكوا الخدمات ماكوا يعني أبد بلد يعني بلدنا مو بلد بسبب الناس الحرامية وللمرأة دور بارز في ثورة تشرين سواء كانت في صفوف المتظاهرين أو في المفارز الطبية التي تقدم العلاج للمتظاهرين المصابين من جراء القمع الحكومي والميليشيوي وانزعم بعضهم أن المرأة عورة ولا ينبغي لها المشاركة في الحراك المرأة مو عورة بالعكس هي ثورة هنا وإلها صوت والإلها كيان بالعكس هواية نسوان هنا ده الساند الولد أكثر من بعض الناس اللي قاعدين اللي هم مختصين صحة كونانا ده كاترة مختصين عندنا بس مو مثل البقية يعني هي معارضة حياتها الخطر ومتقدمة ورغم التهديدات ورغم أهلها وكل شيء متقدمة اللي قدام هناك وفي مواجهة استمرار القمع الحكومي والميليشيوي ضد المتظاهرين السلميين فإن المفارز الطبية تحتاج دائما إلى الدعم وتعاني من نقص في أكثر المستلزمات الطبية تجمع استلزمات كل شهوية من ضمنها الماسكات النورمال عندنا القوز الشاشرال البونديجات عندنا أجهزة الأكسجين مرات عندنا يصال عندنا نقص عندنا هواية مستلزمة هي الثورة إذن حين تتحول من مجرد تظاهرات عفوية إلى صورة مصغرة لوطن يحلم به الثوار وطن ينتصر فيه المظلوم ويعالج فيه الجريح ويعان فيه الفقير ويجد فيه الغريب وطنه الغائب المنزل